اشتركوا في القناة لحضور اجتماع اللجنة العليا للتحضير لمؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي الذي تستضيفه المملكة بداية العام المقبل ورحب جلالة الملك المعظم بفضيلة مفتي جمهورية مصر الشقيقة والوفد المرافق متمنيا للمشاركين في هذا الاجتماع المبارك كل التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم قضايا الأمة ويعزز قيم التضامن والتلاحم والتكاتف بين مختلف مكوناتها في مواجهة التحديات الرهنة وأعرب رعاه الله حرص مملكة البحرين الدائم على دعم مسار العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق الأخوي مع شقيقاتها الدول الإسلامية لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم وأكد جلالته على نهج مملكة البحرين الثابت في ترسيخ ثقافة التقارب والعيش المشترك بين مختلف الأديان والمذاهب ومد جسور التواصل بين الحضارات والثقافات وأشهد جلالته بدور دار الإفتاء في خدمة الدين الحنيف والتعريف بمبادئه ونشر تعاليم الإسلام السمحة وقيمه العظيمة في الاعتدال والتسامح والمحبة ترجمة نانسي قنقر